قال محمد هو ابن مالكي أحمد رب الله خير مالكي مصليا على النبي المصطفى وآله المستكبرين الشرفى وأستعين الله في ألفية مقاصد النحو بها محوية تقرب الأقصى بلفظ موجزي وتبسط البذل بوعد موجزي وتقتضي لضم غير سمطي فائقة ألفية ابن معطي وهو بسف حائز تفضيلا مستوجب ثنائي الجميلا والله يقضي بهبات وافرة لي وله في درجات آخرة ومصدر منكر حالا يقع بكثرة كبغتة زيد طلع ولم ينكر غالبا ذو الحال إن لم يتأخر أو يخصص أو يبن من بعد نف أو مضاهيه كلا يبغي مرء على مرء مستسهلا وسبق حال ما بحرف جر قد أبا ولا أمنعه فقد ورد والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا الرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن ولا وبعد وقفنا في ألفية مالك إلى قول الشيخ رحمه الله ولمنكر غالبا ذو الحال إن لم يتأخر أو يخصص أو يبن من بعد نف أو مضاهيه كلا يبغي مرء على مرء مستسهلا صلوا على الحبيب قلت لكم منذ قليل إن صاحب الحال لا بد أن يكون معرفة قد يقول قائل هل من الممكن أن يكون صاحب الحال نكرة لكن نعم بمسوّب وهذا هو عنوان الدرس اليوم مسوّغات مجيء صاحب الحال نكرة يقول الشيخ ولم ينكر غالبا ذو الحال ذو الحال يعني صاحب الحال ذو بمعنى صاحب صح ولا ولم ينكر غالبا ذو الحال يعني الغالب في صاحب الحال الآن يكون معرفة لا نكرة خلاص إن لم يتأخر إلا إن لم إيه يعني إن تأخر صاحب الحال على الحال خلاص يبقى جاء صاحب الحنك ايه مثال ده مثال تأخر صاحب الحال شوف يا سيدنا الشاعر لما قال لمية موحش طلل اصلها لمية اللي محبوب في الشاعر طلل موحش الطلل هو ما بك من اثار الدار بعد اجر اهلها موحش يعني ليس فيها عماريا فموح الصفة طلل صفة النكر نكر هذه الصفة تقدمت على الموصوف اللي هو صاحب الحال فصل مية موحشا طلل اذا نسينا هذا البيت نقول مثلا في الدار فتاة جميلة اقول في الدار جميلة فتاة هذا معنى كلام الشيخ ولا منكر غالبا منذ الحال ان لم يتأخر يعني ان تأخر صاحب الحال عن الحال جاز ان يكون صاحب الحال نكرة هذه معنى اين لم يتأخر او يخصص كيف يخصص يخصص معروف النكرة تخصص باضافة الى النكرة او بصفة يعني صفة النكرة النكرة اذا وصفت او اضيفت الى نكرة اثارة التخصيص ومعنى التخصيص يعني اصبحت قريبة من معرفة فقول ربنا جل والعبد مؤمن يقول مؤمن صفة العبد طيب قال صلى الله وسلم خمس صلوات يبقى خمس اضيفت الى صلوات اسم ايه اولاد التخصيص زي قلم استاذ او قلم جميل عندي فالنكرة اذا اضيفت الى نكرة او وصفت بنكرة اثارة ايه اولاد التخصيص قال الله عز وجل ايه ما هو فيه تعريف وتخصيص قال الله عز وجل في اربعة ايام سواء للسالين في اربعة ايام اربعة اضيفة الايام اصبحت مخصصة قال سواء حال صاحبها اللي هو ايام اربعة دي لما وضيفت الى نكرة فيها يفرق كل امر كل امر حكيم امرا يبقى امر حال صاحبها امر انه وصفت بحكيم هذه معنى كلام الشيخ او يخصص او يبل يعني يظهر صاحب الحال من بعد نفي وما اهلكنا من قريتين الا ولها الا ايه واهلها الا ولا كتابه المبين صح الا ولا كتابه المعلوم وما اهلكنا من قرية من قرية يبقى ما اهلكنا من قرية او يبن من بعد نفي يعني صاحب الحال اللي هو نكرة ظهر بعد النفي ظهر ايه بعد النفي معوف ايه وما اهلكنا من قرية يبقى قرية نكرة جملة جملة الا ولها كتابه المعلوم هذه الجملة في محل مصبح هذا فبشبه النهر يقصد ايه يقصد الاستخاب او النهر وهو راح الشيخ مسل لشبه النهر قال لا يبغي مرؤن ها لا يبغي دي اسمها لايناهية لا يبغي مرؤن على مرئ مستسهلة يعني مستسهلا ايه البغي والظلم يعني فمستسلا تعرف حال لا يبغي مرؤن ادي صاحب الحال لا يبغي مرؤن صاحب الحال نكرة او صاحب ولاد ولا اذا ظهرت بعد النف ولا بعد ما يشبه النف ما يشبه النف ذو النه خلاص قل مع البتني يا ولادي ولم ينكر غالبا ذو الحال ان لم يتأخر او يخصص او يبن من بعد نف او مضاهيه كلا يبغي مرؤن على مرئ مستسهلا وسبق حال ما بحرف جر قد اه وسبق حال ما بحرف جر قد ابو وسبق حال ما بحرف جر قد ابو ولا جر جر طيب وسبق حال ما بحرف جر قد ابو ولا امنعه فقد ورد طيب نشوف الكلام جاءوا لدي انا ايه اولا وسبق حال ما بحرف جر قد وسبق حال ما بحرف جر قد ابو ولا امنعه فقد ورد تاني البيت وسبق حال ما بحرف ما بحرف جر قد ابو ولا امنعه فقد ورد صاحب الحال اما ان يكون مرفوعا او منصوبا او مجرورا ان كان مرفوعا او منصوبا جاز تقدم الحال عليه تقول رجع القائد منصورا لا تشعب الماء كدرا فيجوز في الحالين منصورا وكدرا تقدم على صاحبها تقول لي يا مولانه رجع القائد ايه يبقى اقول ايه يا شيخنا يبقى رجع منصورا القائد صح طيب لا تشعب كدرا الماء هو يقول ولا تجز حالا لأفن وسبق حال حال ما بحرف جر قد ابو طيب اذا كان صاحب الحال مجرورا فان كان مجرور بالاضافة وجب تأخير الحال ان كان مجرور بالاضافة وجب تأخير الحال حياة ان شاء الله يعني كيف حياة الحال من مضاف اليه بس بعد البيضة يعني ان كان مجرور بحرف جر أصلي ففي تقديم الحال قولان انه لا يجوز ده قول الجمهور والثاني انه يجوز وده قول الفاريس وابن جن وابن كيسان وابن مالك واستدلوا على ذلك بقوله تعالى وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ أصلاً لِلنَّاسِ كَافَةً صح؟ يباعي وردها يا شخص هدوان وانتن ودوم التالي الشيخ خلاص يعني يا عباء نهر وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ شوف يا مولانا الشيخ شريف الشيخ يقول ايه وَسَبْقَ حَالٍ مَا بِحَرْفٍ جُرَّ قَدْ أَبَوهُ خلاص؟ الحال هنا سبقت وصاحبها اسم مجرور بحرف جر أصلي هو للناس يعني صاحب الحال الناس وده مجرور وتقدم عليها الحال هذا لا يجيزه جمهور النحان لكن القائلين بالجواز وضعي الصواف ورد السماع بذلك من القرآن الكريم وده أفضل ما يحتج به قال تعالى وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ يقول للناس ده صاحب الحال مجرور للناس وكافة أنه ذا الحال متقدم هذا معنى ولا تجز حالا وسبق حال ما بحرف جر قد أبوا قد أباه الجمهور ولا أمنعهم فقد ورد يعني أمنعهم ده هو ورد وهذه إحنا إيه؟ ذكرنا إيه؟ الآية القرآنية الآن صح كده أو لا؟ طيب هذه معنى إيه؟ البيت يعني إن شاء الله المحاضرة القادمة هنتكلم عن إيه؟ عن مجير حال من المضافئ إليه أقول قولي هذا وأصلاف الله لكم وأصلاف الله أن ينزقنا وإياكم العلم النافع والعمر الصالح والخوز بالجنة والنجاة من النار أقول قولي هذا وأصلاف الله العظيم إليه لكم